بالكثير من التحليلات المتفائلة تزدحم شاشات الإعلام الرسمي السوري هذه الأيام الرئيس بشار الأسد يعقد لقاءات دبلوماسية ويستقبل نائب وزير خارجية روسيا ويتسلم رسائل دعم إضافية من موسكو البرلمان السوري يعقد جلسات يناقش فيها مشاريع المستقبل تسريبات إعلامية تناقش وتحلل مصير الحكومة الحالية في مرحلة ما بعد اليمين الدستورية للرئيس الأسد وبعضها يشير إلى احتمالات تغييرات جزدرية قد تطال رئيس الحكومة ترتيبات ماضية تدفع أخبار الميدان إلى الوراء وكأن أخبار المعارك هدأت إلا أنها لا تبدو كذلك على الأرض قنبلة لم تنفجر بعد أشعل فتيلها قرار رئيس الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية وإحالة رئيس أركانه إلى التحقيق المجلس يرد ويرفض ويطالب رئاسة الائتلاف بعزل رئيس الحكومة ومحاكمته خلافات قيادية يتردد صداها في الميدان بالتأكيد حيث تستعر المعارك بين أطراف عدة البوكمال في الشرق على الحدود العراقية ساحة معركة شرسة تدور منذ أيام بين مقاتلي المعارضة ومسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام تتغير معطيات المعاركة بسرعة ولكنها لا تزال بعيدة عن الحسم بين الكر والفر وتأكيدات كل طرف على تفوقه يبقى مصير المدينة عالقا وبين الاثنين يترك الطيران السوري بصماته بغارات يشنها على مواقع متفرقة في حلب وضواحيها في الشمال قالت مواقع المعارضة إن مسلحي الدولة الإسلامية قاموا بإعدام عدد من المقاتلين بتهمة ولائهم للجيش الحر في إدلب القريبة ومحيطها أيضا لا تزال المعارك دائرة إلا أن طرفها الأشرس هنا الطيران الحكومي قصف مستمر منذ أيام على سراقب بعد مواقع المعارضة تحدثت عن قصف طال بلدة كفررومة ببراميل متفجرة حمل بغازات والبراميل المتفجرة عادت أيضا إلى أخبار الجنوب درعة والدمار طال بلدات عدة في محيط المدينة خارطة لم تستثني ريف دمشق الساحة المتفجرة منذ أيام حيث تتخبط رصاصات الأطراف الثلاثة في معارك شرسة يعجز أي طرف عن حسمها